يا اهلين فيكم انا ساشة تيوب رجعت لكم بفيديو جديد وقصة جديدة ويوم جديد يا رب تستمتعوا بس قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك وخلونا نوصل الفيد لألف لايك وانتوا قدها ويلا ما اطول عليكم خلونا نبدأ قصتنا تقول صاحبة القصة قصتي معقدة شوي انا من دولة عربية واسمي سارة عمري 18 سنة واحب واحد عمره 22 سنة وهو كمان يحبني مرة واعدني نتزوج بس لما يكون مستعد وانا قلت له رح استناك ودايما نسالف مع بعض ونتكلم واحس انه لو ايش ما صار ما رح نترك بعض بس ولد عمي طلبني من اهلي ومر عجب اهلي لانه عنده بيت وغني بس انا قلت لأهلي اني ما ابغاه وقتها كان عمري بس 16 سنة بس بعالتنا ممنوع ارفضه اهلي قالولي انتي ما تعرفي مصلحتك وغصبوني اتزوجه وتزوجنا بسرعة لانه هو خلاص مكون نفسه مقتدر ماديا وجاهز للزواج خلاص اتزوجنا وتركت حبيبي وحبيبي كان يقولي ارفضي وارفضي لا تقبلي فيه استنيني وفعلا انا حاولت ارفض بس اهلي جبروني وحبيبي زعل مني وعصب علي مرة بس مو بيدي خلاص انا تزوجت وانا حاولت انسى حبيبي واحب زوجي واعيش معه بكل هدوء هو ما فيه شيء شكله حلو وعمره 27 وهو شخص طيب ويحبني ويحاول يسوي اي شيء انا افغاه بس الصراحة ما قدرت احبه دايما عقلي وقلبي عند حبيبي بس احاول اكون طيبة مع زوجي واحسس اني احبه وعايشين حياة عادية هادية وصار عيد ميلاد حبيبي وانا حبيت اجيبه هدية انا زوجي دايما كان يعطيني مصروف يعني كان عندي مبلغ قيس كأنه راتب شهري وقررت اشتري الحبيبي سيارة بعيد ميلاده لان هو مو مرغاني واشترت له سيارة بدون علم زوجي وسجلت رقم حبيبي بجوالي وارسلت له كل عام وانت بخير واتطمنت عليه هو كان زعلان مني مرة بس اولفنا شوي لان كنا مشتاقين لبعض بالبداية هو رفض السيارة بس انا جبرته انين قبلها وبعده قلت له انتبه لنفسك وحدفت رقمه وما خليت زوجي يعرف ابدا وكنت اعامل زوجي كيس وانا كنت احسك انه اخوي لانه انا كبرت قدام عينه وما عندي اي مشاعر تجاهه بعد فترة حبيبي ارسل لي الرسالة انه مشتاق لي ويبي يتكلم معاي الصراحة انا كمان كنت مشتاقت له بس قلت له انا ما قدر اتكلم معاك لانه انا الان انسانة متزوجة وما ابي اخون زوجي وقته هو مره عصب وصار يسبني ويقول لي زي ما حركتي لقلبي رح اخليك تندمي وبعد فترة عرفت انه هو كمان اتزوج انا انهارت وصرت ابكي كل يوم بالليل وحسيت ان الحياة قفلت في وجهي وحاولت اموت نفسي بس زوجي منعني وما كان يعرف السبب اللي خلاني اسوي كذا المهم انا بعد فترة من زواج حبيبي ارسلت له مبروك ان شاء الله تعيش حياة سعيدة وهنية قام قل لي انا نسيتك وزوجتي احلى منك وقل لي انقلعي عند زوجك يا خاينة وقلت له الله يسامحك وقفلت وبعد ثلاثة ايام ارسل لي انه مشتق لي وانه كان قاعد يكتب عليه لانه هو يكره زوجته وتزوجها بس عشان يقهرني وصار يترجاني نرجع سوى بصراحة انا ضعفت مرة لاني احبه وصرت اكلم كل يوم وقت ما يكون زوجي بالشغل ووعدني انه ما يلمس زوجته ابدا لانه يكرهها وقال لي اذا تفعي اني اطلقها راح اطلقها انا قلت له طلقها وفورا طلق البنت انا الصراحة فرحت مرة مع اني زعلت على البنت لانه ما لها ذنب وحاولت اطلب الطلاق من زوجي بس ما قدرت لانه اهلي عقلهم صعب وراح يذبحوني اذا طلبت الطلاق انا بقيت على تواصل مع حبيبي فترة كبيرة بس بعدين طلب مني اطلع معاه بمكان عام وبعد ما اقنعني ووافقت وطلعنا قضينا خمسة ساعات سوا وانا كنت واثقة فيه ويحبني وما بيقذيني تخيل حتى ما لمس يدي ابدا بس كنت اسعد بنت بالدنيا وقت ما كنت معاه وحسيت انه هو حالته المادية سيئة فسألته تحتاج فلوس هو قل لي لا ما ابغاه بس اكيد قال كده لانه يستحي يقول محتاج فقلت له انا ابغاه اعطيك وما بيننا كده في البداية هو قل لي لا تعطيني بس بعد الصرار مني قبل ياخذها وصير تعطيه كل شهر مبلغ مادي مع انه يقول ما ابي بس دائما اجبره المشكلة انا ما اشتغل يعني الفلوس من زوجي وزوجي يعرف اني انا قاعد ااخذ الفلوس يعني ماني قاعدة اسرك من زوجي لانه هو قل لي اي وقت تحتاجه اخذي قد ما تبغي عشان كده انا كل شهر اخذ وعطي حبيبي وزوجي ما يسألني فين اصرف الفلوس لاني وقت ما ادي الحبيبي الفلوس اقوم اتسوق وهو يحس باني بكل هذه المبالغ كنت اتسوق وطول الوقت اسالف معاه على النت وزوجي صار يسألني ليش كل الوقت على الجوال وليش انتي متغيرة انا قلت له لا ماني متغير وصارت بيننا مشكلة صغيرة بعدها زوجي فجأ اخذ الجوال مني وشاف كل الرسائل معي ومع حبيبي وقام يضربني انا اعتدرت منه وشرحت له كل قصتي مع حبيبي وانه اهل يجبرون يتزوجوا وقلت له اني ندمت مستحيل اخونك مرة ثانية ووعدت انه ما اكلم حبيبي مرة ثانية وهو صدقني لانه كان يحبني من وانا صغيرة وفعلا انا توبت وقررت ابدأ حياة جديدة نظيفة مع زوجي وبعدها حبيبي عرف وجاء على البيت عندي وكان زوجي موجود بالبيت زوجي عرف ان هذا هو حبيبي اللي كان يكلمني على الجوال فقام ويبغل يضربوا وفعلا بدأوا يضاربوا انا وقتها قعدت ابكي وانهرت زوجي قال لحبيبي هادي زوجتي انت مالك علاقة فيها خلاص ابعد عن حياتنا قام قال له حبيبي زوجتك ما تحبك وهي تحبني وقتها زوجي قال له جات وقالت ما ابغاك في وجهي وما احبك الحين اتركها وطلقها وراح تروح معاك وفعلا قال لي تعالي قوله اني يطلع من حياتنا وانك كرهتي وقتها حبيبي ضحك بصخري وقال انا اعرف انك ما تقدر تعيش بدوني اترك زوجك وتعالي معاي انا صراحة كنت ابكي وما يعرف ايش اسوي جال عندي زوجي ومسك يدي وقال لي انا معاك بس انا خذلته للمرة الثانية وتركته ورحت عند حبيبي وبنفس الثانية زوجي قال لي انت طالك انا الان ندمته حسيت انه عملت اكبر غلط في حياتي وصرنا نمشي باجراءات الطلاق والحمد لله ما كان عندنا اولاد لانوا اتفقين ما نبغى اولاد من البداية بس مع مرور الوقت راح شعور الندم وبما انه زوجي طلقني فلازم يدفع لي المؤخر وهو كان كاتب لي مبلغ كبير وبعد ما اعطاني المبلغ وانتهينا انا رجعت لأهلي وقلت لهم انه طلقني لانه ما قدرنا نتفق وهو طلع رجال وما قال لأحد عن سبب طلاقنا وبقيت على تواصل مع حبيبي وهو وعدني انه بس يصير عنده بيت يطلبني من اهلي وانا بما انه معاي مبلغ البيت من زوجي السابق فقررت اعطيه الحبيبي بس حبيبي زعل مني ورفض قل لي استنيني وانا بشتريه لك بيت وما ابغى فلوس منك بس انا جبرت ياخذ الفلوس ويشتري بيت وسجلها باسمي والفلوس اللي تزيد يخليهم معاه لانه بيحتاجوا موقت الزواج هو وافق وفعلا اشترى بيت وجاء طلبني من اهلي وتزوجنا والحين عايشين حياة حلوة وتجنن وانا مستعدة افتي بروحي بس الصراحة بيوجعني ضميري لاني انا ظلمت زوجي السابق كيف اقدر اتخلص من وجع الضمير وبس انتهت قصتنا لليوم يارب تكون عجبتكم واذا عندكم قصص وتابوني اقولها ارسلوها لي على الانستجرام او السناب بحط لكم الروابط في صندوق الوصف